اي جغرافيا تتسع لهذه المأساة واي كتاب بوسعه ان يدون كل تفاصيل رحلة لجوء مستمر بآلامها في نفق لا تعرف بعد اين نهايته ومتى ستكون سكان محافظة ادلب في سوريا نازحين ومقيمين لم تحمهم خرائط خفض التصعيد ولم يجدوا في هذا العالم المطلع على هذه المأساة من يوقف حمام طائرات روسيا ونظام الأسد وأمواج من الميليشيات الطائفية والجنود المرتزقة الذين يتوعدون حتى الموت بحرق جثامينهم وطحن عظامهم فما بالك بالأحيان نحن هنا اربع عائلة وجتنا عائلة صلنا خمس عائلات وهلأ جاينا على الطريق ما منعرف هي عائلة انتين الله عالم ما منعرف الله يجبنا ياهن بخير وسلامي أو بيركين هنا بيوت تعرف كلها تبدأ تزبيط كلها نلافي بوب لا فيش بيبيك لا فيش يحطن كلها تحرامات وبركين وما عاوني والله ما عاب تجينا مثل الخال أول ما جينا جيتنا ولهلأ ما عاجتنا طاوي يعني طلعنا بتيبنا ما عرفنا وين ما نروح وين ما ننتجه وين ما نروح بس واحد بدي يهرب يعني كيف من كان على قل يعني ينفض بروحه بعضهم باتجاه الحدود التركية وبعضهم باتجاه مدينة الرقة توجه نازحوا إدلب مجردين من كل شيء إلا جرح ذاكرة نازف وصور مآس عاشوها في ظل القصف المتواصل كل بيت يعني دخلت عليه أكثر من عائلة يعني الأهالي اللي موجودة سابقا استقبالت هاي الأهالي الجديدة وهدو الأهالي اللي كانوا ساكنين بالبناء هذا حتى البناء كان غير مؤهل سابقا يعني البيوت اللي هوني بتضم أكثر من أربع عائلات أغلبيتها أو أحيانا توصل لسبع عائلات والبناء غير مؤهل كثير من نازح إدلب مروا بعدة تجارب نزوح إذ صارت المحافظة التي تضم أكثر من أربعة ملايين شخص ملجأ للمعارضين لنظام الأسد الذين هجروا من درعة وريف دمشق وحمص وحمى إدلب اليوم غير ناطة السوريين الأخيرة إلا أن القصف المتواصل لم يمهل أهلها ليلقوا عليها تحية الوداع الأخير أو قل الوداع المريض ترجمة نانسي قنقر